اهلا بحضراتكم في موجز الاهم الاخبار هلنا الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير واكد السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة السادس والستين بمقر اكاديمية الشرطة ان ثورة يناير سعت لنيل الحرية والكرامة الوطنية والتي من اجل تحقيقها سال بعض الدماء اعربت وزارة الخارجية عن رفض مصر الكامل شكلا وموضوعا للبيان الذي اصدره عضو مجلس الشيوخ الامريكي جون ماكين بمناسبة ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير واعتبرت الخارجية ان البيان تضمن عددا من الاتهامات الجزافية والمغلطات والبيانات غير الصحيحة حول الاوضاع في مصر ومصاريها السياسي مؤكدة ان ثورة يناير هي ملك للشعب المصري وحده ولا يحتاج لمن يذكره بها واعتبرت الخارجية ان ما اورده السانتور مكين لا يعد محاولة اخرى للمصادرة على احتفالات المصريين بتورة يناير من خلال ترديد دعاءات وهمية اكدت النيابة العامة عدم صحة الخطاب المنسوب الى جهاز المخابرات العامة حول القبض على الطالب الايطالي جوليو ريجيني قبل وفاته وذكرت النيابة في بيان لها انها طلقت من نظيرتها الايطالية خطابا ارسله مجهول الى السفارة الايطالية في العاصمة السويسرية في هذا الشأن واكدت النيابة ان تحقيقات اصفرت عن التأكد من عدم صحة الخطاب المزعومي شكلا ومضمونة اتهمى المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العميد احمد المسماري تركيا بالوقوف وراء جريمة التفجيرات الارهابية في بنغازي لمحاولتها لادخال المتفجيرات الى ليبيا مؤخرا وخلال مؤتمر صحفي اكد المسماري ان الجيش الوطني الليبي يخوض معركة شريسة ضد الارهاب مشيرا الى ان تركيا حاضنة وداعمة للارهاب في ليبيا شكرا لطيب المتابعة ايضا لنا لقاء